بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض مقرر Macro Processor Based Systems أو الأنظمة المبنية على المعالج الدقيق ومعاكم دكتور محمد عباس نبدأ يا جماعة الشابطر الأول الشابطر الأول بيتكلم عن إيه بيتكلم عن أساسيات ومبادئ Macro Processor مفاهيم أساسية في المعالج الدقيق طيب نشوف مع بعض نبتدي يا جماعة أول جزء من الفصل الأولاني ببعض التعريفات المهمة عن المعالج الدقيق Terminologist Used in Macro Processor يعني بعض التعريفات والمصطلحات الأساسية التي تستخدم في المعالج الدقيق طيب نشوف مع بعض أول تعريف سوا يعني إيه Macro Processor يا جماعة على فكرة لازم تكون عارف من دلوقتي إن Macro Processor هو المخ والعقل المفكر لإيه للحاسب الآن اتفقنا؟ يبقى نتفق من دوقتي مع بعض إنك أنت بتدرس واحد بيفكر واحد بيبتكر واحد بيحاول يطلع كل إمكانياته بحيث يخدم الحاسب الآلي خلاص إذا العقل المفكر والمدبر للحاسب الآلي هو مين؟ هو المعالج معا يا جماعة؟ طيب لازم تكون فهم الحتة دلوقتي عشان نبني مع بعض أساسيات ومبادئ على الموضوع دوت يعني إيه Macro Processor؟ طيب بإيه كمان يا جماعة؟ بقول لك إنه بتكون من إيه؟ بتكون من عدد من الإلكترونيكس الأساسية اللي أنت خدتها قبل كده واللوجيك اللي أنت خدته قبل كده اللي هي مبنية على اللوجيك جيتس مبنية على بعض الإلكترونيكس مفاهيم أساسية هي مبنية عليها زي إيه؟ يعني هي بتتكون الميكرو بيستوصر بتتكون من كاونتر سويتش كونترول سيركت دوكودر كونترول يونيت وإيه اللي يو أندرجستر اتفقنا؟ يبقى إذن هو بتكون من إيه؟ اللوجيكس أساسية سيركتس أساسية بعض الدوائر الإلكترونية الأساسية اللي أنت خدتها قبل كده فإحنا بنجمعها مع بعضها ونقول كل دوت مع بعضه ممكن يكون ما يسمى بالمعالج طيب يبقى نقول مع بعض إتكون سيسس أوف كاونتر سويتش كونتر سيركت ودوكودر وكنترول يونيت وإيه اللي يو ورجستر إن شاء الله عز وجل في آخر الشابتر هنشوف بقى إيه؟ فكرة متكاملة بدايجرام متكامل يعني إيه مكرو برسوسر وتشوف الكلام ده كله بيتفعل مع بعضه إزاي؟ طيب في بعضه ورده بعض المفاهيم الأساسية اللي يجب أن تكون عارفها زي الميموري الزاكرة واتفقنا إن الميموري هي مجموعة من الرجستر أريز مجموعة من الأريز وكمان معها كمان إيه؟ دوكودر سيركت وكمان معها دوكودر طيب وظيفة الميموري الأساسية إيه؟ تقدر تقول برافو عليك صح وظيفة الميموري الأساسية هي حفظ البيانات خلي بالك أنا بديك هنتز دلوقت وملاحظات علشان إن شاء الله بعد كده لما نتكلم يعني أي ميموري تبقى أنت فهم طيب بعد كده البرجرام كاونتر اللي هو إيه؟ فاكرين بنسميه إيه؟ في مواد اللي هي الحاسب كنا بنسميها إيه؟ البي سي وبرفو عليك البرجرام كاونتر وهو كان بيشير إلى التسلسل الصحيح للبرنامج مش كده؟ حتى دائما كنا نقول إيه؟ نقول إن البي سي يشاور إلى النيكست انستراكشن مش كده؟ اه افتكرت مظبوط صح طيب وإيه كمان؟ بعض المفاهيم الأساسيات اللي لازم نكون فاهمينها الفرق ما بين الأدرس والأدرس بس بيقولك إيه؟ بقولك خارج البرجرام كاونتر هو الأدرس لكن مجموعة الوايرز اللي بيمشي فيها الأدرس ده بينسميه إيه بقى جماعة؟ أدرس بس مش كده؟ اه جميل طيب نكمل كلامنا على بعض التعريفات الأساسيات اللي لازم تكون فاهمة إن شاء الله في أول المنك إيه كمان؟ لما يجي حد يقولك ورد لنس تبقى فاهم يعني إيه ورد لنس الورد لنس معناه هو عدد البيتس اللي يقدر المعالج يفهمها ويتعرف عليها في العملية يعني لو عندي عملية يقدر يعمل معالجة لمثلا لأربعة بيت يبقى إذن الورد لنس للمعالج دوت أربعة بيت معايي؟ إذن هي عدد البيتس اللي يقدر يتعرف عليها ويعمل لها معالجة فين؟ في المرة الواحدة وبنسميها إيه ورد لنس جميل طيب عندنا تعرف كمان اسمه Instruction Register وطبعا إحنا خدناها قبل كده بس بفكرك بيه كلمة Instruction Register معناها إيه؟ Register يحمل الأمر إيه يعني يحمل الأمر يعني إيه؟ يعني يحمل الأوب كود مش كده؟ الأوب كود اللي هو الكود اللي هيتنفذ اللي بيشير إلى الأمر طبعا هيخذين تخذين دقم ولا تخذين مؤقت لا تخذين مؤقت لأن الريجستر دوت الأوامر عليه بتتكرر وبتتغير مش كده؟ جميل طبعا فيه حاجة كمان آه فيه اسمه Instruction Decoder آه وهو فيه وده دوكودر يجب أن يعمل إيه يا جماعة؟ بيترجم الأوب كود أو الأمر اللي إحنا ها اللي إحنا خذناه فين في ال Instruction Register إذن ترجمة الأوامر يعني إيه ترجمة الأوامر بقى عزين نفهم يعني هل الأوب كود دوت بيقول أنا آد ولا صب مثلا ولا Subtraction مين اللي يعمل دوكودنج مين اللي يقدر يشفر ومين اللي يقدر يفهم الأوب كود هو مين أيواء ال Instruction Decoder والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر